أهلا بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي وكعادته كل أسبوع رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم المتواجدين في ساحة القديس بوترس في الفاتيكان فإلى هناك أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بوترس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتألمين وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس بدأ قداسة البابا اليوم تعليمه في الرسالة إلى أهل غلاطية قال قداسته إنها رسالة على غاية من الأهمية لا بل حاسمة ليس فقط للتعرف على الرسول بشكل أفضل ولكن قبل كل شيء للنظر في بعض المواضيع التي تناولها الرسول بعمق مثل قضايا الحرية والنعمة وطريقة الحياة المسيحية الميزة الأولى التي تظهر من هذه الرسالة هي عمل البشار الكبير الذي قام به الرسول بزيارته مرتين إلى أهل غلاطية ونلاحظ في الرسالة اهتمام بولوس الراعوي الذي أدرك وجود خطر كبير يهددهم في نموهم في الإيمان اذ تسلل بعض المسيحيين الذين أتوا من اليهودية وبدأوا يزرعون بمكر نظريات مخالفة لتعاليم الرسول حتى أنهم ذهبوا إلى حد تشويه سمعته مدعين بأنه لم يكن رسولا حقيقيا ولم تكن له أي سلطة لكيرازة الإنجيل كان أهل غلاطية في حالة ضياع وعدم اليقين لا يدركون كيف يتصرفون وإلى من يستمعون إلى بولوس أم إلى الوعاظ الجدد الذين يتهمونه هذه الحالة ليست بعيدة عن التجربة التي يعيشها العديد من المسيحيين في أيامنا هذه إذ هناك أناس يقدمون أنفسهم وعاظا بالإنجيل لا سيما من خلال وسائل التواصل الجديدة لكن ليس من أجل إعلان الإنجيل بل ليكرر بإسرار بأنهم هم الوحيدون حماة الحق الحقيقيون وطريقتهم في الحياة المسيحية هي أفضل الطرق الطريقة الصحيحة هي طريقة الروح الذي يرشد الواعظ ويزينه بالوداعة والتواضع والآن تحييتو البابا باللغة الإطالية لإبناء الشرق الناطقين اللغة العربية أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية الطريق التي يجب أن نسلكها لنصل إلى الله هي الطريق المحررة والجديدة دائماً بيسوع المسلوب والقائم بين الأموات هي طريق البشارة التي تتحقق بالتواضع والأخوة هي طريق الثقة الوديعة والطاعة ولكن دائماً بمعونة الروح القدس الذي يعمل في كل عصر من عصور الكنيسة ليبارككم الرب جميعاً وليحمكم دائماً من كل شر ترجمة نانسي قنقر